السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في خضم هذه الكارثة الإنسانية السؤال لا أستطيع إلا أن أطرحه على نفسي دائما ترى من الذي ينقذ من؟ نعم هناك على الأرض الكثيرون الذين الآن يعملون بجد وهناك من هو بعيد ويحاول الدعاء ويحاول عمل كل ما يستطيع وهناك من يحارب على الفيسبوك بالكومنتات ويشغل نفسه بما لا يجب أن يشغل نفسه به لكن السؤال من الذي ينقذ من؟ دعني أقول أن أولئك الذين رحلوا في هذه الكارثة أنقذوا الكثيرين من وهم الحياة أنقذوا الكثيرين من مشاكل كانوا يعتبرونها كبيرة جدا وهمهم كانوا يعتبرون لا حل لها فأنقذوهم أرسلوا لهم دعوة الاستيقاظ فأنقذوهم من هذا الوهم ليعودوا مرة أخرى ليعيشوا الحياة بواقعية ولا يعطوها أكبر من حقها أولئك الذين ينجون تلك الأطفال في اليوم شفت في فيديو لطفلة اسمها شام وشفنا فيديو لطفلة اسمها ألاء وغيرهم في تركيا وفي كل مكان حدثت فيه الكارثة هؤلاء الذين يخرجون من تحت الأنقاض بعد 72 ساعة أو 50 ساعة أو 35 ساعة أطفال رضع ترى نحن ننقذهم لكن ألا ينقذوننا من اليأس ألا ينقذوننا من القنوط من رحمة الله أليس في نجوهم وإنقاذهم رسالة تدعو الإنسان إلى أن يفهم أن الأجل بيد الله وأن كل من يخاف من الموت ويعيش في هذا الرعب يعرف في النهاية أن الموت يدركه حين يشاء الله بالأمس القريب كنا نعاني من الفيروس وكانت الناس دخلت في الفوبيا والخوف والفيروس والمؤامرات الكونية ولم تعلم الناس ولم تتيقن آنذاك أن الموت بيد الله وحده وأن الأجل حينما يأتي سيأتي ولا يوجد شيء يردع ولا يمنع الحرص لا يمنع الموت الحرص لا يمنع الموت لكنك تآخذ وتحاسب على أخذك بالأسباب سؤالي من ينقذ من؟ وأنا أسأل الجميع وكل من يتابعني هذا سؤال لإلك هذه الكارثة الشنيعة من ماذا أنقذتك؟ من ماذا أنقذتك؟ أتظن ولولا لحظة أن الله ليس في كل فعل يفعله رحمة للعالمين؟ ألا تظن أن الله رحمن الرحيم؟ إذا كان هذا معتقدك فلتعلم أن كل ما يحدث في هذه الدنيا يحدث لأجلك لكن قل من الناس من يستطيع أن يدرك ويتعلم من كل شيء من الخير ومن الشر ولذلك أنا أقول هذه دعوة يا ترى هذا الزلزال وهذه الكارثة هل أنقذتك؟ هل أنقذتك؟ قلتها بالأمس هناك من رحل رحمهم الله لعل الله يجعل لهم في ميزان حسناتهم أجرا مستمر بعد وفاتهم حين يرتدع إنسانه وحين يعود إنسان إلى الحقيقة التي يجب أن يعود لها فلعل زوجان تصالحا بعد هذه الكارثة ولعل امرأة أحست بأن أهمها مع زوجها الذي لا يهديها وردا في عيد الحب هناك ما هو أهم بكثير من ذلك ولعل من كان متخاصما مع أخته أو أخوه أو قاطعا لرحمه فليعد مرة أخرى ويقول إن هذه الدنيا لا تستاهل ما في شيء مستاهل في هذه الدنيا ولعل هذا الأمل الذي يخرج من تحت الأنقاض دعوة لكل من يجلس الآن يائسا من عمله ولا من حياته ولا من رزقه ولا من زواجه ولا من علاقاته أن يفهم أن هناك أمل ولا تقنطوا من رحمة الله في النهاية كل شيء في هذه الدنيا يتحدث لك وكل ما يحدث على هذه الدنيا وفي هذه الدنيا يحدث لأجلك هل أنقذتك؟ هل أنقذك الزلزال؟ أم ما زلت تحت أنقاض الحياة؟ ترجمة نانسي قنقر